بسم الله الرحمن الرحيم. ازايك يا شباب? بص يا شباب ركزوا معي. الناس بقى اللي عندها مشاكل في الدينامو وقصة الدينامو دي. نركز بقى مع بعض في كل تفاصيلة. هقولها لكم النهاردة. انا حاولت على قد ما قدر النهاردة انه للملكه كل الافكار. بهذا ان انت مجرد ما تسمع الفيديو ده. انت تقدر ان شاء الله بازن لأي مسألة الدينامو قصادك تقدر ان انت تحلها ببساطة. فانا ركز كده بقى مع بعض. اولا هو دينامو ده قصته ايه? القصة ببساطة ان ده الجهاز اللي احنا قلنا ان احنا في اول هنوصل له عشان يقدر يطلع لنا اي ام اف. يقدر يطلع لنا كهربا مستمرة يعني. كهربا عن طريق الاندكشن. الطبيعة. طب شكل الاي ام اف اللي هو ممكن يطلبها مننا في اي مسألة. هيطلب مننا حاجة اسمها اي ام اف ماكسموم. دي نقطة. هيطلب مننا حاجة اسمها او او يعني عند لحظة معينة. وطبعا كلمة عند لحظة يبقى اكيد هيربوتني بحالات معينة. الحالات دي اغلبها هيكون لها علاقة بالانجل وهنفهم الكلام ده. اللي هي السيتا. وممكن يطلب مني حاجة اسمها اي ام اف افرج. وفي طلب طبعا انا قصدت ان انا اخليه بشكل مختلف شوية. اللي هو معنى كلمة لانها دي تعتبر ابسط الامور بالنسبة لي في الشغل لو ركزنا. طيب نحاول بقى لقد ما نقدر ان احنا نفهم كل تفصيل عندنا ماشية ازاي. اولا ادينا مدعبارة عن ايه? ببساطة خالص احنا كنا بنقدر نطلع اي ام اف في كل واير زي ما احنا شايفين كده. يعني لو عندي واير كده بتحرك جوه كنت بقدر اطلع اي ام اف بتاعته عن طريق رول بيقول لي. اي ام اف ايكوال البي في الال تمام? في البي مع ساين من السيتا. ده كلام جميل. طب احنا بقى دلوقتي عندنا كم واير? اتنين واير. تمام? يبقى كده اول نقطة عندي في التفكير ان انا اي ام اف بتاعتي لو جنا بقى ركزنا شوية هنلاقي ان الاي ام اف بتاعتي لما هتيجي هتيجي عن طريق اتنين واير. يعني في البي في الال في البي مع ساين السيتا. طيب. البي دي اللي هي ايه بالنسبة لي عشان دي نقطة مهمة جدا الناس لازم تكون مركزة فيها. البي دي اللي هي اللي بيتحرك بها الواير. طب هو بالنسبة للواير هنا بيتحرك يعني بياخد لا. ده احنا لو بصنا هنلاقي الواير بتاعة بيعمل عملية اللي احنا عملنا باللون الاصفر ده. طب يبقى انا لما بيعمل روتيت يعني مسلا ده كان الوضع الاولاني بالنسبة لي. لما لف كده بالشكل ده يبقى عمل روتيشن يبقى هنا غير الانجل بتاعة اللفة بتاعة اللي هي السيتا. فهنا بالنسبة لي هتظهر معي فيلوسيتي جديدة اسمها ايوة اوميجا. اللي هو السيمبل بتاعها بالشكل ده. ودي بتتحسب عن طريق تحضرتك. اتعطاها وانت بتلف. ايه ده اما للفلوستي الاساسية كانت ايه بالنسبة لي? الفلوستي الاساسية اللي هي الفي. اللي هي كنتمثل بالنسبة لي. لكن هنا بالنسبة لي ما لهاش وجود. اللي موجود اكتر بشكله ظاهر. عشان نركز كده مع بعض. اللي هي الانجل ما بين الوضع الاولاني والوضع التاني اثناء اللفة. فكل ما الراجل ده ياخد انجل بسرعة كبيرة جدا. كل ما هيوصلني ان انا كون بالف بسرعة كبيرة. يعني الاميجا هتزيد. طب ايه بقى نقطة الربط اللي ما بين الاتنين? ببساطة خالص. احنا قلنا ان الفلوستي بتاعتي ديستانس اوفر التايم. طيب فين الديستانس? الديستانس لو جينا ركزناها اللي هي الحتة دي. تمام? اللي هو خدها من النقطة دي للنقطة دي. طيب الديستانس اللي هي الحتة دي? نوضح اللون بتاعها شوية بالشكل ده. مش ده الارك لانس? تمام? اه الناس بتاعت الماز. الارك لانس. يعني الحتة دي بالنسبة لي حتة من دايرة. طب الحتة من دايرة دي بتتحسب ازاي? يعني انا عايز اجيب الديستانس دي. ببساطة كل اللي انا بعمله ان هي بتمثل بالنسبة لي السيتا اللي قصتها كمام ملتبلاي مين? الهتة دي دي كده بالنسبة لي لو انا كملت شكل الدايرة دي هتمثل بالنسبة لي كأنها مين? ايوة ممتاز اللي قال دي هتمثل بالنسبة لي الريدياس. الهتة دي الريدياس بتاعة الدايرة الوهمية نتيجة اللفة دي. لما انا باجأ يحسب الرول بتاعي بتبقى السيتا ملتبلاي مين? الار اللي هو الريدياس. اللي هنا طبعا بالنسبة الار يمثل ايه? خدوا بالكم نداريكتانجل. يبقى ده كده الحتة دي الويتس. يبقى كده الار بيمثل بالنسبة لي نص مين الويتس. طب كلام جميل. يبقى انا لو جيت روحت للرول بتاعي كده ها? هينزل الثو زي ما هي. واده البي زي ما هي. واده الال زي ما هي. فاضل عندي مين? الفلاسيتي. الفلاسيتي بتتفك دستانس على الطايم. وقلنا الدستانس بالنسبة لي هنا هي عبارة عن ادي الطايم اهو. الدستانس بالنسبة لي كتبارة عن السيتا في الار. تمام? يبقى دي الار ودي مين? السيتا. كل ده ما كان الفلاسيتي. طبعا مع ساين مين? السيتا بتاعتي. طيب خدوا بالكم من حاجة. السيتا اللي هنا دي ده وضع الايه? الكويل. ما لهاش علاقة بديه تماما. فدي وضع الكويل. دي ما لناش اي لفة فيها هنا. ده بالنسبة لي ها? دي السيتا اللي هو الفرق ما بين البوزيشن الاولاني والتاني. طيب الناس عشان ما تتلغبطش ببساطة. لو احنا بصينا كده. السيتا دي اوفر مين التي. مين السيتا اوفر التي? بص كده على الرول بتاعك. اه ده اللي هي الامجا. هلوة اوي الكلام ده. يبقى انا ممكن اخلص من الفيلم ده كله. واخليها الرول بتاعي ادي تو. ودي البي ودي ال ال. ها? الار لسه زي ما هي. تمام? هم? سيتا على التي اللي هي مين الامجا. تمام كده? مع ساين مين السيتا. قلنا الامجا اللي هي الفلاستي اوف روتيشن. طيب ببساطة خالص. احنا لو جينا ركزنا هنا هنلاقي ان ده مين? الريدياس. تمام? اللي هي الحتة دي. طب ما تكملته برضو. تمام. يبقى انا معنا كده ان الويتس بتاعي كله على بعضه بقى اتنين ار. اتنين من الريدياس ده. طب لو ركزنا. ما هنا فيه ادي تو. ودي الار. التو والار دول اللي هم هيمثله بالنسبة لي مين? الويتس ممتاز اللي قال. طيب. تو والار ادي كده ويتس. وظهر معايا كمان مين? لانس. طيب. لانس في ويتس ده كان بيديني مين? ايوة ممتاز اللي الاريا. تمام? يبقى معنا كلامي هنا ان انا ممكن اقول ان الاريا بتاعتي بتاعت الكويل بقى اتبارة عن الانس. ها? ملتبلاي مين? اللي هي المين? للويتس عشان كل حتة من دول احنا سمناها ار في بتاعنا. خدوا بالكم ان انا هنا بعلمكم الرول بيجي ازاي? فانركز بقى مع بعض. هنا ها? يبقى كل ده لما كانسل ده. تمام? وده وده. وحطي مكانه الاريا? يبقى هيفضل معايا ان الرول الايم اف ايكوال. ها? ادي بي ودي ال ها? لا مستر مفيش ال. صح ممتاز اللي قال. لان الال والتقار اختفوا بقوا مين? الاريا. ممتاز. يبقى دي البي ودي الاريا. ها? وفادل لسه معايا مين? الامجا. تمام? ها? مع صاين مين? السيتا. طبقى مستر مش ده كويل? تمام. يبقى طالما كويل يبقى اللي هيزهر معايا لو ركزنا? اه. ممكن الف الكويل بتاعي ده او اتنين او تلاتة او اربعة او عشرة او مليون. يبقى هيزهر معايا مين? ده الممتاز اول نقطة دي. ده الرول بتاعي اللي انا اقدر اوصل له بسفة مبدئية في الحل. الامجا اللي هي طب هل الراجل ده بقى هيسيبنا في حالنا وحنا بنحل? لا. اول حاجة ان هو هيجي يلعب مع مين? مع الامجا دي. طب يا مستر هيرجحها يعني للفي تاني? لا. هيدخلنا في حاجة تانية مهمة جدا. كنتم مفروض ان انتو عدتوا عليها السنة اللي فاتت وهنفكركم بيها. ان الراجل ده اسناء ما هو بيلف بيعمل حاجة اسمها number of rotation. مشتار. عدد لفاته اللي بيلفها. يعني الكل بتاعي لف من هنا الهنا قدي مرة. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. زي مسلا عداد الار بي ام في المواتير بتاعة العربيات. تمام. طب. العداد ده بيخلينا قدر احسب حاجة اسمها ايه? ايوة. عدد الروتيشن على الطايم. اهو عدد الروتيشن على الطايم ده كان مفهوم زمان اسمه الفريكوانسي. حلوة قوي الكلام ده. يبقى قدي ايه روتيشن على قدي ايه طايم? طب ما تمام. يعني هو ممكن يديني القصة بالروتيشن اه. بصوا يا جماعة. اي حاجة بيداني في المسألة بيسميها سبيد. بس اغلب واقتر الحاجات اللي بيداني في السبيد بتاعتي بتبقى فريكوانسي. طب معنى كده انه لما يجي يقول لي هيقول لي انه عمل عدد روتيشن سي مثلا خمسة. في طايم وليكن ايه? دقيقة. تمام? طيب. يعني هنا مش مكتوب عندي روتيشن على طايم ده مش فريكوانسي ده انجلر. نتصرف ازاي? الموضوع ببساطة لو ركزنا. هو الراجل لما بيجي يلف. لفة كاملة. تمام? اللفة الكاملة دي محتاجة قدي ايه بالنسبة لي? ها? محتاجة انجل على طايم. لفة كاملة اللي هي سري هندرد سيكستي. طب انا دلوقتي شغال بالراد. سري هندرد سيكستي دي. من الماس. تكافئ قدي ايه? تو باي. صح كده. يبقى انا لو حبيت افك دي في الرول بتاعي. الامجة نفسها. هلاقي ان الامجة هي المفروض قدي ايه سيتا على الطايم. طب هو لو لفة لفة واحدة هياخد قدي ايه? تو باي. تمام? اللي هي سري هندرد سيكستي. طب لو لفة كزا روتيشن. يبقى تو باي في مين? في الروتيشن بتاعته اللي هو هيعملها. تمام? كل ده مين? الطايم. طب نركز كده شوية. روتيشن على الطايم دي اللي هي مين? ايوة. روتيشن على الطايم اللي هي الفريكوانسي. ايه ده? يعني انا ممكن ببساطة اقوله ان الامجة بتاعتي هنا ايكوال تو باي في الاف. لو هو مديني الفريكوانسي وعايز اقول لكم ان تسعين في المية من مسائل الدينامو بيعتمد على الوزئية دي. فنركز قوي مع بعض في الحتة دي. انا هنا بحاول افصل لك كل رول جيم نين? طيب احنا بقى لما نيجي نحل لها مستر عشان الدنيا هنا كده بدأت انها ايه تلف معنا شوية. الموضوع ببساطة ان نقطة البداية بتاعتي هتبقى الجزئية دي. تمام? ان الامف صحي كده? او او بتبقى عبارة عن وماجنيتك فلاكس واريا والانجل اوف روتيشن لو مخبيها جوه الفريكوانسي بعرف ازاي حسبها مع صاين مين الانجل. طيب نركز بقى في كل حاجة من دول وركزوا معايا اوف اللي جاي ده. اولا الراجل ممكن ببساطة يروح اعمل معنا ايه بقى? تركيز كده بسيط. اول حاجة احنا قلنا ان الامف ايكوال. اه? موضح بس كده. ادي ان. تمام? البي الامجا مع صاين مين? السيتا. بصوا بك. اولا دي كده الصين بتاعتي اعلى فاليو ليها اللي هي وان. يبقى معنا كده ان الصين دي عمرها متاعلى عن وان. وطبعا تبقى عن وان لما تكون السيتا بكامل بناينتي. المعتاد بتاعنا بتاع شابتر تو كمان. طيب لو ركزنا. يبقى معنا كده ان دي كده كلها على بعض. من جير الانجل اقدر اعتبرها ها? اي ام اف ماكسيموم. ممتاز اول اللي قال الحتة دي. يبقى اول حاجة الماكسيموم هتبقى عند اكبر فاليو للصين. اكبر فاليو للصين عند انجل ناينتي. اللي هي بتدي وان. يبقى كده عارفنا اول حاجة. الان في البي في الاي في الامجا. دول كلهم على بعض. ممكن اتكنسلهم ما سميهم. اي ام اف ماكسيموم. طبعا من الجير استخدامي للايه? للانجل. طب كلام جميل. طب يا مثل لو هو عايز مني بقى حاجة مش الانجل. مالهاش علاقة بالانجل. يعني ايه مالهاش علاقة بالانجل. ممكن يروح سألني حاجة كده بسيطة خالص. يقول الاي ام اف افكتف. نركز بقى مع بعض. اسمها اي ام اف ايه? افكتف. افكتف دي اللي هي الحقيقية من تخدوا بالكم. الراجل ده بيلف من اول زيرو لغاية سري هاندرد سيكستي. يعني لو بصيت على ارقام الاي ام اف بتاعتي هلاقيها عاملة ازاي? هلاقيها بادية زيرو. ها? وصلت للمكسيموم عند ناينتي. تمام. رجع التاني للزيرو عند هاندرد ايتي. ادي كده لف نص لفة. تمام. وبعد كده عمل ايه? ها? نزل كده الاي ام اف بشكل نيجاتي. وصل برضو بس عند رجع للزيرو مرة تانية لما كمل لفة كاملة عند سري هاندرد سيكستي. يبقى ده شكل الاي ام اف بتاعتي. طب الاي ام اف بتاعتي لو دخلت جوة انهي فاليو في كل دول اللي هتبقى فعلا مدياني افكتف فاليو. افكتف فاليو يعني ايه? يعني انها تدي فنركز قوي في النقط دي. تديني ايه? يعني معنى كده ان اي حاجة لها علاقة بالباور او الانرجي هتبقى الارقام فيها اللي هي مين? الافكتف. تمام? نركز بقى مع بعض وخطوة خطوة. الموضوع ببساطة ان بتاعت الافكتف هتكون عند انجل فورتي فايف. يعني هتبقى دي الان والبي والاي والاوميجا اه يا مستر? طب ما احنا قلنا الان والبي والاي والاوميجا ممكن نسميها الاي ام اف ايه? ماكسموم. صح كده? صح كده. ها? في مين? هنقولنا عندي انجل فورتي فايف. يعني كل الكلام ده هيكون مين? سين الفورتي فايف. لما جينا نبص على الجزئية دي صحين الفورتي فايف اللي هي يعني معنى كده ان انا وصلت ان ادي اول جزئية مهمة جده. هي عبارة عن الفاليو بتاعت الماكسموم بس اوفر مين روتو. وده رول مهم جدا ناخد بالنا منه. ماشي? ده كده الفاليو بتاعت الافكتف. واتفقنا الافكتف يعني بتديني يعني ما ننساش الحتة دي هتنفعني لو سألني على جزئية مين? الباور. طيب نرجع مرة تانية للرول الاساسي. ادي كده الام اف في اي لحظة هتبقى الام اف ماكسموم مع سين السيتا. طيب الام اف افكتب الماكسموم اوبر روت تو. هلوة قوي. طيب يعني ايه بقى كلمة في اي لحظة? اللي هي الانستينتينيس اللي احنا قلناها دي. انستينتينيس اللي احنا قلناها بيبقى اللعب كله مع مين? مع الانجل بقى بتاعتي. طب ايه ده هي الانجل فيها لعب? اه نركز بقى مع بعض. واحنا لمش لسه مين شوية قايلين ان انا عندي اوميجا ايكوال سيتا اوفر التي. صح كده. واحد من شوية يقول لي يا مستر الاميجا دي كنا بنفكها. ايوة ادي تو باي اف. تمام ايكوال اه السيتا اوفر مين التي. تمام. تعال اعمل لي كده كروس. تمام. يبقى هتوصل من هنا. ان السيتا ايكوال ها? ادي الباي وادل اف وادل تاي. ايا مستر بس السيتا دي هتحطي جنب الساين. يعني لازم تكون بايه? بالديجري. ممتاز اللي قال. طب ما طالما لازم تكون بالديجري. يبقى معنى كده ان السيتا بتاعت اللي انا هبص عليها هتطلع. ها? هنا بالنسبة لي ادي تو وادل باي وادل اف. طب ما البي هندرد ايتي طالما بالديجري. صح. ادي تو في الباي يبقى كده الانجل بتاعتي سري هندرد سيكستي. مع مين? مع الفريكونسي. ها? ومين كمان? والطايم اللي هو هيكون مدهوني. يبقى كده سري هندرد سيكستي موجودة. الفريكونسي بتاعتي بتبقى موجودة في المسألة. الطايم على حسب ما هو يدهوني. يعني ايه? يعني يقول لها كاتل الاي ام اف. مسلا. بعد ايه? تو ميلي ساكند. بعد ايه? تو ميلي ساكند. يبقى اللي بكله هنا على مين? على حتة الطايم. فنركز بقى ببساطة ونشوف. ادي كده اول لقابة للسيتا. ايه ده هي فيه علعاب كتير? اه طبعا. ممكن الراجل يده. هني بشكل عادي جدا ان هو يروح ايه اللي. مسلا الراجل ده انا عايز الاي ام اف. بس افتر. ها? مسلا وان اوفر تويلف من مين? من الروتيشن. ايه بقى الكلام ده? الان اوفر تويلف من الروتيشن دي. بصة شباب. الموضوع ببساطة ادي وان اوفر تويلف. هي عادي. انا الكلام اللي هو بيقوله. هي الروتيشن الواحدة بكم? ايوا ممتاز. سري هندرد سيكستي. يبقى وان اوفر تويلف في سري هندرد سيكستي. تمام? كده انا جبت مين? الانجل بتاعتي. طيب يا مستر ما قالش وان اوفر توالف. قال لي وان اوفر فور ادي وان اوفر فور. من الروتيشن كالعادة. ادي وان اوفر فور. الروتيشن بكم? بسلي هندرد سيكستي. وهكز طيب ده كلام بالنسبة لي مهم. ممكن طبعا تبقى السيتا بشكل الاعتياد العبيد اللي احنا متعودين عليه من مسائل الترك. اللي هو ان السيتا بتاعتي روح ايه اللي ان دي بتاعت البلين. ايوة ممتاز الانجل بتاعت البلين. يا مستر ما ينفعش اشتغل عليها. باشتغل عليها ازاي? هتبقى الانجل بتاعت مين? البلين نفسها. يعني شرط اساسي ان الانجل بتاعت تكون بالإيه? مع النورمال. تمام? يبقى يا اما يديني طايم. يا اما يقول لي حاجة من الروتيشن. فبروح ايهلن الحاجة دي. ملتبلاي روتيشن اللي هي ستري هندرد سيكستي. يا اما يروح ايهللي السيتا بتاعتي بتاعت البلين نفسها. فاضطر ان انا روح جايبها عن طريق ناينتي ماينس الانجل بتاعت البلين. طيب. في نقطة كمان مهمة جدا بالنسبة لقصة السيتا دي. ايه هي? نركز بقى مع بعض. ممكن الراجل يروح ايهللي ودي نقطة بقى مهمة اوي اوي اوي. يقول لي انا عايز ان هو الراجل ده لف مثلا. طبعا كلمة هي هي كلمة لغاية دلوقتي احنا تمام الدنيا بالنسبة لي. بس يروح ايه اللي ايه بقى? ها نركز. نورمل بوزيشن. ايه ده? يعني ايه كلمة نورمل بوزيشن? يعني البلين نورمل. اه البلين نورمل دي. يعني لما اجا حط البلين هنا نورمل هتبقى ناينتي يعني زيرو. اه يعني معنى كده ان هو واخد وان اوفر فور من الروتيشن من وضع الايه? الزيرو. تمام? يعني ايه بقى من وضع الزيرو? يعني الانجل وان اوفر فور زي ما هي بالنسبة لي. يعني هروح اقيل ها? الانجل بتاعتي كده سيتا. هتطلع وان اوفر فور. السايكل دي اللي هي في كم? بالزبط كده يعني لها في الاخر طالع معيها الانجل كلها. ها? بناينتي عادي جدا. وهي بادية من الزيرو بوزيشن فمش اضيف عليها اي حاجة. ايه ده هو? ممكن يسأل بطريقة ايه. خلينا اضيف. اه. ممكن رح ايه لي نفس الكلام بس رح ايه لي بقى. ها? نركز بقى مع بعض. اهو. يعني برضو بس بدل كلمة يروح ايه لي من اول واضع مين? ايه ده? ازاي يعني? نركز مع بعض. واضع يعني اللي نعمل زيرو. يعني السيتا بادية بكام? بناينتي. لان ناينتي ماينس زيرو هترسي على ناينتي. ايه ده? يعني لما جيب السيتا هاليا بالنسبة لي ادي وان اوبر فور. في مين? ها? في سري هندرد سيكستي عادي. ما فيش اي مشكلة. ادي كده طلعت ناينتي. بس هو الراجل بادي من مين? من البرل. واضع البرل ده بالنسبة للبلين ادي كده ناينتي. ايه ده? يعني انا هضيف الاتنين على بعض. ايه. ويبقى السيتا الفعلية في حالة زي كده. هتمثل بالنسبة لي ها ادي الناينتي بلاس الناينتي اللي هو ابتدى عليها. النقطة دي يا شباب بقرر للمرة الالف. الجزئية دي ما تتنسيش. هو اي من انهي بوزشا. من انهي بوزشا يعني من النورمل ولا من البرل. من النورمل ولا من البرل. دي نقطة مهمة جدا عشان كده انقصدت لنا نفس الهالكو لوحدها في الجنب ده. فالناس ما تنساش الحتة دي. يبقى كده بالنسبة اللي هي بكله في السيتا. يا اما على التايم. تمام? يا اما يقول ان هو حاجة بقى على حسب وهو من نورمل بوزشن ولا من البرل. يا اما يلعب لللعبة القديمة بتاعت التورك وبتاعت الشباتر اللي فاتت كلها اللي هو يعني سوري. الاوضاع اللي فاتت. اللي هي تبقى ناينتي ماينوس الانجل بتاعت الايه? البلين. طيب. ايه بقى تاني ممكن يكون لعبني فيه? احنا كل ده افشين في مين? في جزئية السيتا او الساين. تمام? كلام جميل. طيب. ممكن يلعب مع دي? اه تمام. احنا قلنا ان احنا لما بنجي نجيب الاوميجا بنجيبها ازاي? عن طريق في البي في الاف. يبقى هنا مرة تانية نقرر كده. الكلام اللي احنا قلناه. هنا بالنسبالي. الاي ام اف. اكوال. ان بي اي اوميجا سين السيتا. تمام? كلام جميل. وقلنا السيتا. ها? ادي ناينتي ماينوس. البيلين. او? السيتا. ها? ممتاز اللي قال في الاف عالتي. او? ها? ان هو يروح ايلي. على رقم معين من مين? الروتيشن. ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب. نلخصك كده مع بعض. هنا بقى. الحاجة اوميجا دي. تبقى عبارة عن في البي في مين? في الاف. ممتاز او اللي قال. طيب. هو ممكن ما يكونش مديني. بس بيلعب على حاجة قديمة اسمها. ايوة بقى الناس اللي كانت مذكرها تانية سنوي. البيرياديك تايم دي. ايه علاقتها بالفريكوانسي? صح كده ممتاز اللي قال. دي وان اوفر الفريكوانسي. حلو. يعني البيرياديك تايم يعني ببساطة ممكن يكون مدهاني بشكل رسم. انا بحاول احرق لكم اكتر الافكار الممكنة عشان لما نيجي نحل مسائل تبقى الناس لقطة ومذكر الجزئية اللي انا بقولها دي كويس اوي. فنركز كده بقى مع بعض. مش هي ايه يا دي كده الراجل ده اخد لغاية هنا قد ايه? ايوة روتيشن. لفة كاملة من اول زير وغاية سري هندرد سيكستي. يبقى الطايم اللي هيدوني هنا هو ده هيمثل بالنسبة للبرياديك تايم. يبقى لو عايز اجيب الفريكوانسي هتبقى طايم فدي نقطة برضو ممكن يلعبني عليها كويس اوي. لازم ناخد بالنا منها. لانها معلومة قديمة في تانية سنة وعندنا بس في نفس الوقت مهمة جدا. يبقى انا لو عايز الفريكوانسي هتبقى لو هو مديني الفريكوانسي ومخبي من خلاله من الفريكوانسي. وزي ما اتفقنا مع بعض الاي ام اف اللي موجودة هنا بالنسبة لي دي هتمثل الاي ام اف ايه? ماكسمو. ده كلام جميل. طيب. نقطة كمان مهمة. ممكن الراجل ده يسيب لي كل الكصص دي. ويقول لي هتلي الافريج اي ام اف. طب ايه الافريج اي ام اف دي بقى نركز مع بعض. الافريج دي لازم يقول لي ديرينج قد ايه? يعني ممكن يقول لي هتلافريج ده ديرينج هاف سايكل. ممكن يقول لي هتلافريج ده ديرينج كوارتر سايكل. مش الكلام ايه ده? هما يختلفوا عن بعض. لأ هو المضحك في الموضوع ان احنا هنلاقي الاتنين رول هيحسبوا بنفس الشكل. طب يا مستر او لازم يقول لي هاف وكوارتر ما ممكن يقول لي وان سايكل. ما لو قال لك وان سايكل انت خدت كل الارقام بوزتيف ونيجاتيف. فلو قال وان سايكل او سايكل يبقى كده الافريج اي ام اف عندي بكام? بزيرو. دي نقطة مهمة جدا. احنا بقى بالنسبة لي مهمة بالنسبة لي الهاف والكوارتر. الهاف والكوارتر دور هييجوا ازاي? نركز بقى مع بعض. هنا في حالة الهاف سايكل. نركز مع بعض. فكرة الهاف سايكل دي هتيجي ازاي? ها? الافريج اي ام اف عندي في حالة الهاف سايكل. طيب ما احنا لما نروح لأساس الام اف هنلاقي ايوا ده الاساس كان فردي. ها? ايه ده يعني اللعبة مش يكون هنا? لا. نركز مع بعض. ادي الان. لما كان هاف سايكل الناس اللي كانت معايا كانت البي وماينس البي فكايت بترسع على تو بي. صح كده? الناس اللي مشكلة في الحتة دي يرجع لفرديه على طول. ادي كده تو بي. الفيديو بتاعت فرديه. ها? ونرجع ها? مع مين هنا? الارية. طيب. هو الراجل لما يلف في هاف سايكل. الحتة دي كده. خد قديم البريودك. ها? ممتاز اللي قال نصه. ما هيكل لها بريودك كاملة. يبقى تي اوفر التو. تمام. نتكمل الكلام بتاعنا. طبعا انا بحاول اشرح لكم تفصيلة كل رول جات من ين. لكن انت في الاخر مش هتعمل كل ده. انت هتحلم مباشرة. بس انا عايزك تبقى مستوعب دايما كل خطوة جات ازاي? التو دي هتطلع فوق مع التو اللي هنا. ادي تو تو هتبقى فور. يبقى معنى كده ان الايام ما في في الاخر هترسي ها? ادي تو مع التو. قلبة فور. طب تمام. يبقى دي كده فور. وفي ان وفي ايه بي. تمام. وفي ايه? اريا. صح. وفي هنا مين? البريودك. تمام الكلام. ها? البريودك ده مش لسه قائلين من شوية انه اه يعني ممكن يطلع فوق هو كمان. يعني معنى كده ان شكل الرول هيطلع ادي الفور. ودي الان ودي البي ها? ودي كمان الاريا. ها? مع مين كمان? مع الفريكوانسي. ايه ده? يعني الرول في الاخر الافريج. ديورنج. هاف سايكل. هيطلع معنا ايه بقى? ها? نركز ما ننساش. ادي فور. ان بي. ها? في الاريا في الفريكوانسي. او في ناس طبعا بتحب تكتبها ان بي. ايه فور اف. مش هتفرق. المهم ان انت تبقى عارف التفصيلة نفسها جات منين. حتى لو نسيت تبقى عارف انت بتقدر تجيب المعلومة دي ازاي? ده كلام جميل. طيب. كل رول. بصوا بقى في الفيديو بتاعنا ده. كل رول. انا قلته وعملت تعليل اكتنجل زي كده. رجاءا في ورقة تحطه قصودك. وتبقى عارف كل ده بيتطلب امتى? ده كده في قد ايه? في هاف سايكل. تعال نشوف ازاي الافريج في كوارتر سايكل بيطلع نفس الناتج. بموضوع ببساطة. لو جينا هنا بصينا هنلاق. الافريج احنا قلنا ايه? في كوارتر سايكل. ادي الاي ام اف من كلام فردي. ادي ان. هاف سايكل يعني لف قد ايه? هندرد ايتي. طب كوارتر يبقى لف ناينتي. يبقى زيرو ماينس البي لكنها هتبقى بي بس صح كده. مع مين؟ مع الاريا. كل دة على طايم ادي اية? طايم الخورتر. يعني البريوديك اوفر الفور. ثم كده الفور هتطلع فوق. يبقى يطلع معي ادي فور اين بي ايه وتحت مين؟ بريوديك. نشعل بالبرياديك. الكلام اللي احنا قلناه هتبقى وان اوفر الفريكوانسي. يبقى يطلع معي ادي ادي فور ادي ان ادي بي ادي اريا مع مين الفريكوانسي بتاعتي? ايدا دا الرول بالزبط يبقى كده الافريج نركز الافريج اي ام اف ديورنج هاف سايكل وديورنج كوارتر سايكل اللي اتنين دول بيطلعوا نفس الرول نركز بس عشان فيه تفاصيل تانية مهمة جدا واحنا من حين المسائل بتاعت الدينمو هنكتشفها في الرولز بتاعت دي بس عام حاجة الكونسبت الاساسية بتاعتي تبقى واخد بالك منه يبقى كده الافريج اي ام اف في الهاف او في الكوارتر اللي اتنين نفس الرول طيب ده كلام جميل وممتاز في بقى نقطة مهمة جدا عايز الناس تركز معي فيها قوي مش الام اف دي بالنسبة لي اللي هي هي الفي اللي هي هي ايكوى للاي في الارد ايوة يعني ايه الكلام ده يعني انا اللي عايز اقول لك من الاخر ان كل حاجة احنا قلناها تنطبق على الام اف هي هي الى بتنطبق على مين ها الاي يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك لو قال لك هات الاي في مين في الدينامو طيب هو هيبقى عبارة عن ايه بدل ما مش انا قلت ده بدل الام اف يبقى الجزئية التانية هتبقى بدل الام اف بدل ما كنت بكتب اي ام اف ماكسموم هخليها اي ماكسموم صح كده مع صاين مين السيتا طيب تمام احنا لسه يلين يا ماستر من شوية ان احنا عندنا حاجة اسمها اي ام اف افكتف طيب هاتي عمل اي ها افكتف الام اف افكتف كانت عبارة عن ايه الام اف ماكسموم صحي كده اوفر روت تو طيب احنا هنلجي الار من الاتنين يبقى توقع فاضلة معايا هنا الاي ماكسموم اوفر الروت تو يعني باختصار ما ينطبق على الاي ام اف ينطبق بالملي على الاي مع اختلاف ان انا كده كده الار بتاعة الدينامو تعتبر بالنسبة لي يبقى نركز مع بعض انواع الاي ام اف اللي احنا قلناها الانجل تمام ايه مع بعض ازاي قدر احسب ان شاء الله بازن الله الفيديو اللي جاي هنقفل جزئية الباور ونبدأ نحل مجموعة كبيرة جدا من مسائل الدينامو يا ريت يا جماعة كل اللي انا قلتها كده تحاول تطلحها عندك في ورقة خارجية عشان واحنا بنحل المسائل بتقدر ان انت تتابع كل جزئية احنا بنقولها جات ازاي ونركز او مع بعض استنوني في الفيديو اللي جاي مهم جدا